أصدرت شركة وان بلاس هاتفها الأقوى حاليا بشكل رسمي فقد تم الإعلان عن هاتفها الوان بلاس 7 برو بشكل رسمي فأخيرا قررت الشركة التنافس بشكل قوي مع هواتف شركات الأخرى الرائدة مثل هواوي وأبل وسامسونج وجوجل من أجل الوصول إلى أفضل أداء بأقل سعر ممكن مقارنة بهم فلذلك تسعى الشركة إلى تجربة جديدة في دمج التصميم الأجمل والأفضل مع تجربة الشاشة الكاملة مع الحصول على أقوى أداء ممكن لما حول التمييز الهاتف عن غيره ليكون بذلك أحد أقوى الهواتف في عام 2019 من حيث الأداء فهل سيصبح بذلك هاتف وان بلاس 7 برو مستعد للتنافس مع الهواتف الأقوى منه دعونا أن تعرف على ذلك معرض المواصفات الكاملة الهاتف وان بلاس 7 برو وهم ميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا مواصفات هاتف وان بلاس 7 برو سمك الهاتف 8.8 ميلي مع وزن 206 جرام تصميم الهاتف من الزجاج والمعدن والإطار الألمنيوم يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع نانو سيم يدعم معظم الترددات حيث يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع وحطة شبكات الجيل الخامس الشاشة تأتي بالواجهة الكاملة بدون أي نوتش أو سقب فالكاميرا الأمامية تعمل عن طريق سلايدر فالشاشة تأتي من نوع فولد أموليد بمساحة 6.6 إنش بجودة الكواد HD بلوس بدقة 3120x1140 بيكسل بمعدل كسافة بيكسلات 516 بيكسل لكل إنش وبأبعاد عرض 19.5 على 9 مع وجود طبقة حماية من نوع قريلا جلاس أحدث إصدار والشاشة تدعم عدة أوضاع مثل الريدنج مود والنايت مود كما يمكنك تغيير دقة شاشة بين الكواد HD بلوس والفول HD بلوس بدقة 2330x1080 لتجربة أفضل للبطارية الهتف يأتي بأكثر من إصدار من الزاكرة صليبة والزاكرة العشوائية على النحو التالي الإصدار الأول يأتي بزاكرة صليبة بسعة 128 جيجا بايت مع زاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت الإصدار الثاني يأتي بزاكرة صليبة بسعة 256 جيجا بايت مع زاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت الإصدار الثالي يأتي بزاكرة صليبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بساعة 12 جيجابايد الزركة الصليبة تأتي من نوع UFS3 والذاكرة العشوائية تأتي من نوع LBDR4X أما عن قوة الأداء فالهاتف يأتي بالمعالج الأقوى والأحدث من شركة Qualcomm من نوع Snapdragon 855 بتقنية 7 نانومتر مع معالج رسومي من نوع Adreno 640 الكاميرا الأمامية تعمل عن طريق سلايدر وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجاباكسل بفتحة عدسة F2.0 بمستشعر من سوني وتدعم الكاميرا الأمامية المثبت الإلكتروني الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا سلاسية وستجدها بارزة قليلا عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجاباكسل بفتحة عدسة F1.6 وهي الكاميرا الأساسية وتأتي بمستشعر من نوع سوني مع دعم التثبيت البصري والكاميرا الثانية تأتي بدقة 16 ميجابيكسل فتحة عدسة F2.2 للتصوير العريض جدا Ultra Wide والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة F2.4 للتصوير التليفوتو لعمل زوم حتى 3 مرات بدون خفض الدقة وتدعم المثبت البصري مع فلاش سنائي من نوع ليد فلاش يدعم الهاتف ميكريفون سانوي الخاص بعزب ضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بيكسل بمعدل التقاط 3060 إطار في الثانية كما يدعم التصوير Super Slow Motion بدقة Full HD بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 240 إطار في الثانية الكاميرا تدعم عدد أوضاع للتصوير مثل البانوراما والHDR والبرومود وغيرها من الكسير أما عن وسائل الأمان فالهاتف يدعم مستشعر البصمة وتأتي مدمجة في شاشة الهاتف كما يدعم خاصية الفيس أنلوك كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب الخاص من اصدارات الواقع الافتراضي البلوتوث في الهاتف يأتي بإحدث إصدار الإصدار الخامس يأتي مفز الـ USB من نوع Type-C بإصدار 3.1 كما يدعم خاصية الـ OTG البطارية تأتي بسعة 4000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بتقنية الوارب شارج بخوة 30 واط يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 9B مع واجهة One Plus الأحداث أكسجين 9 يتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق واللون الزهبي مميزات One Plus 7 Pro سعر الهاتف ممتاز مقارنة بمواصفاته السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو يتمشحن الهاتف بالكامل خلال ساعة وستعاش دقيقة فقط نظام التشغيل والواجهة الأحدث من One Plus وتقدم أداء سلس جدا مستشعر البصم المدمج في الشاشة يعمل بشكل سريع وموصوق جدا شكل وتصميم الهاتف أصبح أفضل من السابق فهو أول هاتف يأتي بالشاشة الكاملة من One Plus أداء الهاتف هو الأفضل فهو يتفوق على عدة هواتف مثل B30 Pro والS10 Plus والآيفون XS Max شاشة بسطوع وتباين أكثر من ممتاز مع دعمها لـ 90 هرتز تعطي أداء أفضل في لعب الألعاب ولكن سيتم استنزاف البطارية بصورة أكبر لا يوجد هاتف يخلم العيوب فما هي عيوب موبايل One Plus 7 Pro لا يدعم شحن لاسلكي لا يدعم منفذ 3.5 ميليا خاص بسماعات الأزم لا يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بأي شهادة متاحة وأيضا لا يدعم إمكانة زيادة المساحة عن طريق كارت مموري ولا تحتوي علبة الهاتف على سماعات الأزم أو حتى تحويلة لمنفذ USB لمنفذ 3.5 الشاشة تأتي مساحة كبيرة وغير ملائمة لأصحاب اليد الصغيرة بالإضافة لسقل وزن الهاتف البطارية لا تقدم أداء ممتاز بالرغم من سعتها الكبيرة سعر هاتف One Plus 7 Pro السعر العالمي يبدأ من 700 دولار أمريكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر